ايه 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 بيت ايه بيت شبابيكوا مفتوحة بوابوا مفتوحة وعندوا انفصام مثل هيدا المشهد اللي شفتوا علا ببيروت مافي هوية موحدة مافي انتماء واحد اهلي شفناها دي كريان بحفلة شو اسموه عمرو ديال عمرو ديال ايه بتحكوش حالس الانفصام لا ابدا لا ابدا شو بدك هلا يلبس ابيض نفس الشي يلبس ابيض يلبس احمر يعني شو من المشكلة الكبيرة المهمة لبنان تكون بيضة المشهد منه مباشر ان لبنان بيجاهد اللي افعل جديد ابدا شو بدك انه بخدمة السياحة وردا على الاقلات السعودية لا شو عكس حالة انفصام لا عند اللبناني انفصام بشخصيته وانفصام بالهوية وانفصام بالانتماء وانفصام بكل شي انتي ما فيك تعمل احتفال بمنطقة بعده الدم تبع المرفق موجود وما فيك ببلد النص العالم جعاني ما حدا يقول لي حفله غنوط الى جانب السخافة طبعيته مضنا نبكي يا أسانر ما عبول نبكي انا ما عبول نندوب كمان احنا كبان كاشي احسر بحد افتكي انا بغنى انا بغنى انا زلمي عندي بيور الفنية بس انا لقى لعبوله ما بتقدر مش بيموت بالموت بهي المظاهر اللي كان فيها اهانة بكتير بشغط الاعلامية لنحط عنها كان فيها اهانة بس انا هاي الشركة حطتها بايتار اوكي اوكي يا ستي على رأسي وعيني والتصوير الداخلي وضحت يعني مش انه بالحفلة كل الناس في مية وثمانة وعشرين حفل غنائي كان بالبلد هو الاهم من عمرو دياب اللي ما دفع ولا فرانج لضرائب لا لا للبلادي ولا لحد ولا نقابة الفنانين شفتي لانه بلد في انفصام لا لانه ما فيه تطبيق للقوانين وما فيه وين وزارة الثقافة بهيدا الموضوع لما بيكونوا هؤلاء اقوى من القوانين خلاص بتفرط القصص انا عم بيحكي التهي بفيلن باردي يا استيز نسيو حقوق الدولة كمان وبعد بيلتوه باللي اسوأ جي بعد اللي عمالي اذا هيدا خلافنا حتى على شو زلزل جنسي اوكي اه مختلفين شو بعد لك امبع شو بنا نتفهم بعد كي بدنا نبني وطن هيدا تنوع نرجع مكافحة حديثنا لك هيدا تنوع لا تنوع ما بيكون مكافحة حديثنا بعد هذا الفاصل اول مشاهدين اخليكم معنا نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من نبط بيروت دايما مع ضيفي الاعلامي رفيق نصر الله نتابع حديثنا بدي كمل بس شغل يعني انا طلع قدامي شغلي بيوم 17 اب 1970 غنى على مدرج لبنان في علي امام 8000 شخص عبد الحليم حافظ زي الهوى وسواح وجان الهوى والهوى هواية وطايب غزة وغيره كانت اسعار البطاقات 10 ليرات من 10 ليرات حتى ليرة لبنانية واحدة صحيح مين اهم مين اهم يعني اذا عملتوا مع هيدا هيك لكن لو قلنا احنا بزمن امكرتوهم فريد الاطرش وعبد الحليم وفايزة احمد ووردة وش كنتوا عملتوا هاي نقطة نقطة تانية نقل بولك هيدو ذراحو الزمن طبعا بلد بلد لش عقول في انفصاد نحنا العسكر طبعنا المسكين عم نتسول يا من قطر يا من الامريكان 60 مليون دولار بالستة شهر لتعطي لكل عسكر 100 دولار اينه احق بس نحنا منغني عسكرنا وبنبلش نعمله من فلسفه وتعطيره واخر الشيء منتصرف هيك بس كان عم بيأمن امن عم بيأمن امنه هو جوعان او هو عم تفكر بولاده وعم بنفذ رغم كل الصعوبات اللي هو فيه انا اللي كمان يعني بعيدا عن قصة هذا عمرو ديال اللبنانيين كان فيهم ملياردير 114 واحد ملياردير معقول مليونيري يعني احسن يعني لو عشرة منهم بشحطة ألم مش بيأمنوا 60 مليون بيأمنوا 120 مليون دولار لسنة لقدام لانتي تعطيهم لعسكر بلدك مش نحنا نتسول مش من العار نزلي انتي على كل من هون لأترابوس رأيت مئاتي قربي بيدفع من جيته لا يأمن يا ستي هدي كهربا بس بالحكي يعني بس عمليا مش من العار احنا منبزخ على طولاتنا بالأكل قد ما بدك ومننتظر طيارة الهيركوليز 130 من قطر أو ما كانت يجيب مصر حاملة أكل للجيش واش بيت ايا البلد ما فيش فيهم في صام نحنا في هبا العام مع احترامي لجزء من الشعب اللبناني اللي بعد عندهم انتماء ووطنيتون وبيأدمو بس 90% إذا انسان بيشغله ومجهوده وحياته عنده أموات شو زنبه بس دا قلته ايش بيتها تأمن ليه الفرد هو بدي يشتغل عن الدولة والمسؤول يقعد بكتف ايديك فرق ما بين الوطن وما بين الدولة أو السلطة السلطة بتتغير السلطة بتكون فاس دي بتترعملي ثورة بتقتلي بتساوي بس الوطن ووطن بس انت عندك سيئة عندك سيئة تساعد جهة معي ايه عندي سيئة للجيش ايه عندي سيئة عندي سيئة هلا ينعم الماراتون لو كل واحد فينا دفع من بيوصلوا للأفراد ايه بيوصل اذا انت غيره لانه هذا قدامك هذا العسكري والله العظيم انا بيطلع عندي من الناس بمرق على حواجز واحيانا بلتقى بعسكريين وهذه الكلام طلعت معي واحد عسكري طب معايب معايب الواحد انه اذا قال لي معاي انا ستين الفيرة قال لي لاخر الشهر يعني بتحسي بدك تبكي طيب اوكي انا اللي عمالي اقوله نموذج عن اكتار ناس ايه اوكي منيح سياحة وما سياحة وغيره ماشي الحال معايب عشر تيام عاش في شيء بالبلد لا سياحة وغيره ماشي الحال بس تعال حتى نكون عنا انتماءنا بعيدا عن كل القوى السياسية كونوا اكبر منها لحتى نستطيع ان تقدر تعمل الشيء يعني يعني انا برفض انا كلبناني كوطني كانسان اني انا لقيت طيارة جاي يجب لي اكل للعسكر وما عاش في كرامة او انه عم تعطيه مئة دولار كمساعد ما عاش في كرامة هاي الاهم شيء الكرامة الوطنية مساعدة تغنى فيها قائد الجيش انه قدر يؤمن يستي على راسع عم المجهود بس منه مجبور منه مجبور يروح يتسولها راح تسولها المزبوط مع احترامي لقاله الشخصي انه عال برافو علي تحمل المسؤولية ليش بدنا نتسولها وعندي بيه 14 مليار داير بالعالم وجزء من المرداري اللي سرقوا المصار يطلعوا على برا كمان هدي يعني هنا وين القضاء في اي قضاء بدلا ما هيكون عم نحكي من باب انه الماء ومسائل الروح بسبيل الوطن يعطي اللي سرقين يردوا المصريات اي قضاء واي امن اي اعلام باعتقد الـ 245 واحد هلأ اللي اسميهم عنده لرياض سلامي اللي كان الابضاط الكبيرة هاي لو نحنا عندنا قانون بالفوت هلأ هلأ بتحقق لأنهم هن دربوا الوعي عند الناس وهن اللي عملوا التضليل وهن اللي دافعوا عنه وهن اللي عملوا وخلوا كل اللي عم بقاش اسمه مشان مصلحتهم الشخصية هدف فوتي انت على السجل وهن اللي اوهنوا الشعور القومي والوطني عند كل اللبنانيين اللي حتى وصلونا انا ضد اللي نقب على على الشاشات اليومي اللي بيخليك تشاري انه خلص معنى هلأ انا عم بحكي عن سيناريو هلأ انا عم بحكي انا عم بحكي بالتحليل عن سيناريو بس انا ضد كالبا الميت اي خي بس طول بلك طول بلك احنا تحت حصار ومعروف ليش وشو اهدافه بس بدن ضلنا محافظين على البقية الباقية من البلد مش هنطلع منه للبلد بس احنا مش هنطلع منه بدن قاتل طب هاي الأجواء الإيجابية ما متحافظة علينا انا عم انا عم انا عم انا عم انا عم اذا شفتنا صيفية مليانة حفلات وحيات وصورة حلوة منقول لبنان بعده بألف خير لأنه انا بفهم من المغترب وقتا يشوف الصورة دمار وجوع وناس نطرة على الترمبات متل صيفيتان الماضيتان وناس نطرة لتجيب ربطة خبز ولا مغترب ايجا بينما بس شيف صورة الحفلات والحيات شفنا ناس عم يجوا الوطن مش حفلات اكيد لا لازم يعرفوا شو معنا الوطن الوطن بدون يبني جيل جيلنا جديد ولادنا بحال بخطر بخطر يعني وزير السياحة بدو يعنوا سياحة وزير الطاق بدو أمي كهرباء يا ستي كمان كمان هني اللي معه مصاري وجاية كمان في ناس قدمت روحها في سبيل الدافع على البلد لا يبقى البلد الروح اهم من المصاري ما هذا ناكر اهم من الشغل ايه لذلك انا اللي بدي اقوله ما هذا ناكر هاي فالشي بس كمان ما فينا نظن انا اللي بدي اقوله لازم نتحدث بصراحة نحن عنا انفصام مختلفين على الهوية بالبلد ومختلفين على الانتماء الوطني ومختلفين على رؤيويتنا للمستقبل اول حال بدنا نبني بلد غسم العنون بدك انت تبني بلد بدك تطلع بدنا نطلع من سوب الطواقف لحتى تروحي الى المواطنة بس نروح الى المواطنة ما استطحتك انت كمسيحي ما استطحتي انا شيعي سني درزي بدك نبني مواطنة لولادنا على الاقل للجيل الجديد بدنا نتفهم اما لما بدك كله نهولي اسياد المقاطعجية وسعليك المراحل المسكين البلد صاروا من عهد المتصرفية لا لا مش من عهد المتصرفية وهني هيك ونحن عمالة تدفع السمن ما بتبني بلد بالعكس كل خمس سنين عشر سنين بدنا نروح الى حرب بدنا نروح الى حرب ونتقاتل حوار طيار حزب الله ممكن ينزل شيء في هذا الهدى انا برأيه اطع لانه احد البنود الاساسية هي النقاط بناء الدولة والمركزية والصندوق اطع نجح ايه اطع اطع الانتحان وماشي الامور بلكن بيقدروا طلالتهم لحالوا انتخبوا رئيس بايلول او بعد ايلول حتى لو قلت انا يعني ادرى ايه شخصي حتى لو انت جمعتها 86 واحد وفرطت امر واقع بس ليش ما بيقدروا البلد ما بيركب هاي ليش ما بيقدروا حتى لو نحكي عالتعايش والتوازن لا هون هادي بتوصل لها امنت فريق مسيحي بيهاللحظة اللي عم نستخدم فيها هالمصطلحات التقسيمية بالبلد وهي القوة اللي موجودة بهالطريقة ما بتركب بدك تعملي حل ولو مؤقت قبل الحل الكبير لبعدين اللي انا وغيري عم بنادو فيه بدك تعملي حل تشاركي في كل هاي القوة على الاقل بهال 4-5-6 سنين اللي جايين تغيري تغيري قانون الانتخاب ودنالشي تعيده مؤسسات الدولة وغيره ومن ثم منروح بعدين تغير قانون الانتخابات مكرة نعمل قانون الانتخاب نسبي نعمل انتخابات مكرة يعني هو ياريك لو القوة المعنية عندها الشجاعة وعندهم الممارسة ديمقراطية حقيقية مش كذب بنعمل هيك لانه هدا المجلس مسكر هدا ما حتزبط ما فيك حتى لا تنتخبه رئيس لانه ما في ما في ما تزبط ما في مؤسسة يعني كيف بده يشرع المجلس بده بالنهاية أساسا مستوى مع احترامي يعني للبعض مستوى اللي تم اختيارهم مستوى متدني مع احترامي للجزء الناس هبلها مع احترامي كمان للبعض بيتغيروا اذا عملت انتخابات مكرة هلا بعتقد فيه يعني ما هو لازم ناضل من شان هذه القصة لازم نحنا ندرك هذا الامر لحتى وقلع بحكيك جد كل سنتين تلاتي حرب او مشكل او من اللي عم نعيشه بدنا نروح على بلد المواطنة على دولة وطنية علمانية حديثة جد اياك بعيدا عن قانون انتخاب متل العالم تستطيع من خلاله انك انت تطلع البلد من سوب الطائفة وهلا البعض يمكن هجمني لما قلت انا فلتكن الرئاسات وغير الرئاسات بالمداورة لان اخلص من القصة حاج معدينا ما هيصير شي اذا كان رئيس الحكومي ماروني والرئيس الجمهوري سنة وغيره ما هيحصل شي اكبر دليل لا تفضل ما فيش رئيس جمهورية ما هيحصل شي ما بياخد مني انا كمسلم ولا مني كمسيحية اذا عملنا دولة وليكن ميما بده يكون ساعتها وهذا خلينا ناخد نمازج من دول العالم اللي طلعت من هذا الامر اشتركوا في القناة